بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله عزيزي الطلاب وفي فيديو جديد سنشرح ان شاء الله في هذا الفيديو الدرس بطاقات التعلم الذاتي لمادة رياضيات الصف العاشر وسنشرح اليوم التباديل بالنسبة للتباديل تعريف التباديل هو عند عدد تباديل عدد نون من العماصر مأخوذة جميعها في مضروب العدد نون ويرمز له بالرمز لام نون في نون طبعا نون تباديل النون حيث ان نون تنتمي دائما لمجموعة العداد الصحيحة المجمع وهناك عدة قوانين طبعا هذه القوانين نستخدمها في التباديل طبعا القانون الاول اذا كان النفس في التباديل الحدين هما نفس الرقم بمعنى مثلا هنا كان لام نون ونون كمثال لو كان لديك هناك سؤال انظروا لو نظرت في الاسفل في الاسئلة ستجد مثلا هنا في نشاط لام ستة وستة طبعا في هذه الحالة فانه سيساوي مضروب النون ماذا سيساوي مضروب النون طبعا مضروب النون هنا يساوي ستة مضروب طبعا نحن نعرف مضروب النون ماذا يساوي مضروب النون يساوي انك تقوم بانزال وضرب الارقام تنازليا حتى تصل الى الواحد من بداية الرقم المعطى لديك وبالتالي سيكون كالتالي وعند كل ضرب رقم حتى نستطيع ان نصل الى تنازليا حتى الرقم واحد وبالتالي سعند عملها طبعا هذه بالالحسبة تستطيع ان تعملها لكن هو سبعمائة وعشرون طبعا محلول لديك اذا لو كان الرقمين متساويين فانه في هذه الحالة سيكون التبديل تستطيع ان تختصره على هيئة مضروب نفس الرقم نرجع للجزئية الاخرى طبعا التبديل يوجد قانونين ممكن ان تعبر عنها انها حاصل قسمة مضروب النون على مطروح طبعا مضروب النون الطاقص الرقم مضروب لكن دائما استطيع ان اعبر عنها وما تستطيع كتبتها بهذه الصورة لكن استطيع ان اعبر عنها بطريقة اسهل يعني عملية التعامل معها ستكون بشكل اسهل طبعا لو رعينا السؤال مثل خمسة خمسة قلنا انه سيستاوي في النهاية مضروب الخمسة يعني هنا اما في الحل فانظروا خمسة خمسة ضرب الأربعة ضرب الثلاث ضرب الثلاث ضرب الثلاث فهو في النهاية في النهاية هو مضروب الخمسة وشرحنا المضروب سابقا طبعا لكن هنا انظروا هنا خمسة الى ثلاثة ما الفرق الفرق هنا انه يريد ان تبدأ تنازليا من الرقم خمسة لكن ستقوم فقط بثلاث يعني ستبدأ خمسة هي رقم الاول ثم ستضرب الرقم الذي يسبقه تنازليا اربعة ثم الذي يسبقه ثلاثة فهي عبارة عن رقم رقمان ثلاث فيساوي ستين طبعا نعطيك سؤال في التجريبات لا من اربعة طبعا اربعة سأبدأ اقول سبعة ضرب الستة ضرب خمسة ضرب الاربعة طبعا بالآل الحاسبة تستطيع ان تعملها تكتب سبعة شفت ضرب الاربعة سيأتي لك الحل لكن هنا سنقول سبعة ضرب ستة ضرب خمسة ضرب الاربعة فيساوي اربعة ثمانمائة واربعة فالجواب هو ثمانمائة واربعة طبعا لو كان ستة الى واحد وهذه خدها قاعدة وهي من الخواص يعني هذه جزئية مهمة حفظ لو كان عندك دائما واحد ففي هذه الحالة يساوي نفس الرقم ونستطيع هنا ان نعطيك ملاحظة ان في حالة كانت لام تساوي نون عدد وان هذا العدد يريد فقط ان تأتي بتبديل رقم واحد فانه يبقى نفس العدد يبقى نفس العدد هنا مثلا خمسة في اثنان يريد منك خمسة ضرب الرقم الذي يليه بمعنى يريد فقط رقمين حاصل ضرب رقمين متتاليين طبعا هو الخمسة والرقم الذي يأتي عليه تنازليا وهو الاربعة فيكون الجواب هو عشر طبعا هنا يريد التبديل لرقمين متتاليين يبدأ بالرقم اربعة فاربعة ضرب الرقم الذي يليه وهو عبارة عن ثلاثة لكن تحدثنا عندما يريد فقط تبديل لرقم واحد يبقى نفس الرقم الاول وهو ثلاثة سنقوم بالاختصار وعملية اختصار بسيطة لرقم ثلاثة ما ثلاثة يتبقى لديه اربعة يتبقى لديه اربعة في نشاط اثنان اجد عدد العدد المكون من منزلتين التي يمكن تكوينهم من مجموعة الارقام واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة اذا لم يسمح بتكرار الرقم اذا لم يسمح بتكرار الرقم فاننا سنأخذ فقط المنزلتين وهو عبارة عن رقم اثنان بينما الارقام هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة فعددها خمسة ارقام وهي عبارة عن الرقم خمسة فبالتالي هي خمسة ضرب الاربع يساوي عشرين عدد طبعا اجد قيمة نون طبعا عندما تجد اثنان تريد ان يأتي بمعنى انك تريد رقمين حاصل ضربهما متتالي يكون الاثنين واربعون ما الرقمين متتاليين يكون حاصل ضربهما الاثنين واربعون هو عبارة عن السبعة وضرب الستة فيكون اول رقم والاكبر والذي بدأنا به العدد التنازلي هو عبارة عن نون هو عبارة عن نون وهناك أعطيك مثال اخر سنقوم بحل الاسئلة لأنه يريد منك الحل الاسئلة لكن هنا في هذا المثال نون ناقص واحد يريد فقط رقمين طبعا ما هما الرقمين الذي يكون حاصل ضربهما ثلاثين وهو عبارة عن الستة والخمسة إذن نون ناقص واحد تساوي ماذا؟ تساوي الرقم الأول وهو ستة طبعا عند ناقل الاثنين إلى الطرف الآخر يصبح ستة زائد اثنان فيكون الجواب بشكل أساسي هو عبارة عن الثماني التقويم الختامي بكم طريقة يمكن تشكيل لجنة مكونة من رئيس ونائبه وأمين سر من بين ثمانية أشخاص طبعا العدد الكلي هو عبارة عن ثمانية لكن تريد أن تختار منهم أكم رقم واحد اثنان ثلاثة فقط تريد أن تختار ثلاثة أشخاص الرئيس ونائبه وثلاثة فبالتالي يستساوي ثلاثة وبالتالي ستقوم بعمل بسيط أنك تبدأ بالثمانية وستنزل فقط ثلاثة أرقام تنازلية سبعة وستة فقط وتقوم بعملية الضرب لهم فستجد في عملية الضرب ثمانية ضرب سبعة ضرب ستة ويساوي عندك ثلاثة مئة وثلاثة وستة طريقة يعني يريد منك الآن أن ترجع إلى الكتاب المدرسي وتقوم بحل سؤال واحد وثلاثة صفحة مئة وأربعة وحل سؤال اثنين صفحة مئة وأربعة سنقوم بحل هذه الأسئلة كلكم أي حل أسئلة هذا الكتاب طبعا لام سبدا للأربعة طبعا ستة سنبدأ ستة ضرب خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة لأنه يريد فقط أربعة أرقام سيكون تلاثمائة وستون هنا طبعا عندما يكون لام تسعين مثلا سفر سفر معنى أنه لن نضرب أي رقم فبالتالي سنضع واحد هنا تسعة ضرب اثنان فبالتالي تسعة نبدأ ستبديل اثنان سنبدأ تسعة والرقم الذي يريه لأنه يريد فقط رقمين متتاليين تسعة ضرب ثمانية يكون اثنين وسبعة أراد أحمد واخوته الثلاثة الذهاب إلى المسجد الأقصى اتفقوا أن يدخل كل منهما من باب مختلف من أبواب القدس السبعة فبكنت طريقة مختلفة يمكن للأخوة الأربعة الوصول إلى المسجد الأقصى طبعا هما عدد الأخوة أربعة لكن كم باب للقدس العدد الباب والأبواب الكل سبعة فستريد منك أن تأتي بأربعة أرقام متتالية ستبدأ بشكل متنازل تنازليا لكن سنبدأ بالرقم سبعة فسبعة ضرب الست ضرب الأربعة ضرب الثلاثة فتكون ثمانمائة وأربعون أو ثمانمائة وأربعين طريقة السؤال رقم هذا سؤال ثلاثة بالنسبة لسؤال رقم ثلاثة في البداية أجد قيمة كل من هذه الأسئلة لا منهم تساوي طبعا يريد طالما اثنان طبعا هنا لابد أن تعرف أنني أريد رقمين متتاليين من أجل الحل طبعا هناك طريقتان الحل الطريقة لو أنك ستقوم بالقانون الأول الذي شرحناها ستكون بهذا الطريقة لكن يوجد حل أصهر هو حل آخر هو أن تأتي برقمين متتاليين حاصل ضربهما ستة وخمسة وهي طبعا ثماني ضرب سبعة فالرقم الأكبر التي بدأنا بينه العد التنازلي هو ثماني فتكون تساوي ثماني طبعا هناك سؤال خمسة كسؤال إضافي سأشرحه لكم طبعا في السؤال الذي ترونه أمامكم قبل أن أشرح سؤال خمسة سأشرح باب يريد منك تبديل نون لا ثلاثة يتساوي متين وعشرة إذن أنا أريد هنا ثلاثة أرقام متتالية تكون حاصل ضربهما آآ متين وعشرة طبعا أنا كم الأرقام سنقوم بعملية التجيب فنجد أن رقم سبعة ضرب ستة ضرب خمسة لأن ستة ضرب خمسة ثلاثة ثلاثة ضرب سبعة هو متين وعشرة والرقم الأكبر سبعة إذن نون تساوي سبعة بالنسبة لجزئية الأخرى لأن نون ناقص ثلاثة تساوي ستة آآ على اثنان تبديل اثنان ستاوي ستة طبعا هنا ماذا يريد؟ يريد منك رقمين متتاليين تساوي الرقم ستة طبعا أكيد هما ثلاثة ضرب اثنان فاثة ضرب اثنان تكافئ اثنين ناقص ثلاثة فقط سأأخذ الثلاثة لماذا الرقم من أكبر فاثنين ناقص ثلاثة عندنا عملية ناقل الثلاثة في الآخر فتكون ثلاثة زائد ثلاثة وتساوي آآ ستة. هنا سأعرض تلخيص لجزئية قبل أن هيك. هكذا كنت نقول قد نهينا جميع البطاقات لكن سأعرض جزئية في الخواص. طبعا هنا مثال في الكتاب في نشاط اربعة لكيفية استخدام القانون الاول وهو عبارة عن مضروض اول رقم في التبديل والرقم الأخبر ناقص حاصل الطرفين التبديل في المقام. كمثال لام خمسة على ثلاثة مضروض الخمسة على خمسة ناقص ثلاثة مضروضها وتقوم بحل آآ عادي للأسئلة. لكن هناك خواص. هذه الخواص آآ تسهل عليك الحل. وهذه الخواص بشكل اساسي لا من نون على واحد. طبعا في هذه الحالة اذا كان هناك التبديل لا من نون على الواحد ففي هذه الحالة تكون نفس الرقم الاساسة المعطنون. كمثال لام الخمسة آآ تبديل الواحد تساوي خمسة. لكن لو كان الرقم سفر ففي هذه الحالة الجواب النهائي دائما سيكون واحد. لام تبديل الخمسة للسفر يساوي واحد. ولو كان الرقمين متساويين قلنا في البداية انها ستساوي في هذه آآ الحالة مضروض نفس العدد وآآ في مضروض الخمسة طبعا عملية المضروض هي عبارة ان تنزل تنازليا من الرقم المعطى لديك حتى تصل للواحد يعني هنا مسلا مضروض الخمسة سيساوي خمسة ضرب. الاربعة ضرب الثلاثة ضرب الاثنان ضرب الواحد ويساوي آآ الف ومئتان آسف دقيقة خمسة ضرب آآ اربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنان ضرب واحد ويساوي مئة وعشرون مئة وعشرون وبالتالي سيكون هذا هو الجواب. لكن في آآ الحاسبة العلمية تستطيعوا ان تجدوا التبديل بشكل اساسي او عندما تضغط الرقم الاول مثلا هنا خمسة خمسة شفت ضرب بالآل الحاسبة لديكم ثم تضع الرقم سفر فيأتي لك الجواب بشكل آآ اساسي. هنا تحدثنا كسؤال بكم طريقة يمكن تشكيل لجنة مكون من الرئيس ونائب رئيس وامين سير بسبعة اشخاص. طبعا شبعة اشخاص واكم سنأخذ منهم ثلاثة فهي تبديل السبعة الى الثلاثة ويكون بهذه الطريقة او او ان تقوم تأتي بيريد منك ثلاثة ارقام متتالية يكون بنبدأ برقم سبعة. طبعا هنا نكون قد انهينا هذا الدرس شكرا من حسن سماعكم ولا تنسوا ان تضغطوا زر لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة